غر ديان السماء نحن نجحنا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي وآت اليوم الذي فيه حصدنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مادة التاريخ للشهادة السودانية اليوم إن شاء الله ستكون لدينا مراجعة شاملة للحكم السناي أولا في الأسئلة الموضوعية مراجعة شاملة للحكم السناي قسم الحكم السناي السودان إلى تسعة مديريات أكتب أربع قسم الحكم السناي السودان إلى تسعة مديريات أكتب أربع منها واحد الخرطوم بحر الغزال عالي النيل الاستوائية للإجابة تاني لا يحاول بغدر المستطاع جيب معك كراسة وغلم عشان تكتب معي قسم الحكم السناي السودان إلى تزعة مدريات أكتب أربعة الخرطوم شمالية بحر الغزال عالي النيل الاستوائية السؤال التاني تميزت الفترة تميزت الفترة بعد صورة 1924 بظهور عدد من الجمعيات الأدبية أذكر اثنين منها واحد جمعية الأبروفين جمعية الأبروفين أبناء الموردة أبناء الموردة والهشماب والجمعية الأدبية بمدني وجمعية الأشقاء ذكرنا لك أربعة قال أذكر منها اثنين سؤال التالي أذكر اثنين من المواد أذكر اثنين من المواد التي نصت عليها اتفاقية الحكم السنائي عام 1899 لاحظ المواد التي نصت عليها الاتفاقية لا ذكر المواد السياسية ولا ذكر المواد يعتع الإدارية يبقى أذكر أي اثنين اللي هو المادة الأولى ممكن تقول المادة الأولى اللي هو حدود السودان السياسية حدود السودان السياسية اللي هي تشمل جنوب خط عرض 22 درجة شمالا دي المادة الأولى ثم رفع العالمين البريطاني والمصري في جميع أنحاء السودان معدى مدينة سواكن معدى مدينة سواكن لأن سواكن كانت تتبع للحكم العثماني مثلا المادة الساسة ركزت السلطات العسكرية والسلطات المدنية ركزت عرض السلطات العسكرية والسلطات المدنية في يد موظف مصري يسمى بحاكم عموم السودان لم تحدد جنسيته يعين ويعزل بواسطة خذيو مصر شرطا أن يكون بواسطة بريطانيا طيب السؤال الرابع قال اشتهرت مدينة عطبرة اشتهرت مدينة عطبرة انطلاق حركة العمال أسكل الأسباب اشتهرت مدينة عطبرة انطلاق حركة العمال أسكل الأسباب السبب الأول تجمع تجمع العمال في مدينة عطبرة ده السبب الأول كل العمال يتجمعونه في مدينة عطبرة السبب الثاني أنديت العمال في مدينة عطبرة أندية العمال في مدينة عطبرة السؤال البعض أذكر اثنين من المؤثرات التي ساعدت على نمو الحركة الوطنية في السودان طبعا عندنا أسباب داخلية وأسباب خارجية لكن لم يحدد لي للداخلية ولا الخارجية نقول نمر واحد وحد الإسلام وحد الإسلام أهل السودان ثقافيا وسياسيا يبقى السبب الأول وحد الإسلام أهل السودان ثقافيا وسياسيا السبب الثاني النظام المركزي الذي أغامته دولة المهدية في الغرن التاسع عشر أدى إلى وحدة السودان يبقى هذه الإجابة التي تعتبر من الأسباب الداخلية وما حدد لي لا داخلية ولا خارجية أذكر أي اثنين من الأسباب السؤال البعض وضح تكوين وضح تكوين مجلس الحاكم العام الذي أسس عام 1910 وضح تكوين مجلس الحاكم العام الذي أسس عام 1910 مجلس الحاكم العام يتكون من الحاكم العام أولا ثم المفتش العام ثانيا ثم السكرتيرون الثلاثة يمكنكم سابتين حسب وظائفهم مجلس الحاكم العام المفتش العام السكرتيرون الثلاثة ثم يختاروا 2 إلى 4 أعضاء بعد ذلك يختاروا 2 إلى 4 أعضاء هذا طبعا بريطانيين لم يكن بينهم سودانيين فترة هؤلاء الأعباء من 2 إلى 4 فالفترة بتاعتهم 3 سنوات فترة 3 سنوات غابلة للتجديد يعني ممكن يجددون وممكن ما يجددون طيب نمشي السؤال البعد كيف ومتى عبر مؤتمر خريجين عن وجهه السياسي هذا السؤال مهم جدا كيف ومتى عبر مؤتمر خريجين عن وجهه السياسي عام 1942 مؤتمر خريجين قدم مذكرة للحاكم العام أهدافه 1 حق تغرير المصير حق تغرير المصير وحق تغرير المصير بمعنى الاستغلال 2 بطالب حرية التجارة 3 بطالب يوفر التبشيل المسيحي بطالب بوقف التبشيل المسيحي بطالب بالجنسية السودانية بطالب بحق الجنسية السودانية بطالب بإلغاء عقد الشراكة في مشروع الجزيرة الكلام ده عام 142 ممكن يجيني سؤال تاني بطالب غير مباشر وليتحدث عن مذكرة مؤتمر خريجين في فرق بين مذكرة مؤتمر خريجين وفرق بين مؤتمر خريجين عام 138 يبقى تعبر عن مذكرة مؤتمر خريجين عن وجهه السياسي قلنا للتاريخ عام 142 وأهدافه ذكرناه ونسكرة تاني واحد حق تغرير المصير فتح المناطق المغفولة وقف التبشيل المسيحي هرية التجارة اللي هو الجنسية السودانية السوداني اللي عارف نفسه تابع لمصر ولا تابع لبريطاني عشان كده بطالب بالجنسية السودانية وبيطالب بوقف اللي هو وإلغاء اللي هو مشروع الجزيرة الذي كانت تحت تصرف دولة بريطانيا طيب السؤال البعده أذكر اتنين من حركات المغاومة اتنين من حركات المغاومة للحكم السنائي في جبال النوبة طبعا عندنا كمية أو يعني تقريبا عدد من المغاومات سكان جبل رشاق أحمد النعمان الملك عجبنة أهالي تلودي يبقى دي المغاومات التي ظهرت في فترة الحكم السنائي في جبال النوبة ثاني نقولها الملك أو المغاومة أهالي الدلن سكان جبل رشاق أحمد النعمان طيب السؤال البعده أذكر اتنين من الأسباب التي دفعت بريطانيا لتغيير سياستها نحو جنوب السودان عام 1947 أذكر اتنين من الأسباب التي دفعت بريطانيا لتغيير سياستها نحو جنوب السودان عام 1947 إننا نعرض مع أسباب السبب الأول مؤتمر جبا مؤتمر جبا عام 1947 اتنين نضي الحركة الوطنية لهذا كاننا قبل شوية بمذكرة الخريجين سنة 142 والسبب الثالث اتفاقية 136 والسبب الرابع والسبب الرابع وهي السياسة الرامية للانفصال السياسة الرامية للانفصال هذا ما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال السؤال البعض أذكر اتنين من أسباب ترحيب السيد عبد الرحمن المهدي والأنصار بالمجلس الاستشاري نجيب تاني السؤال ليا أذكر اتنين من أسباب ترحيب السيد عبد الرحمن المهدي والأنصار بالمجلس الاستشاري السبب الأول قال كخطوة نحو الحكم الذاتي خطوة يعني بداية نحو الحكم الزاتي دي الإجابة الأولى الإجابة الثانية قال تدريب السودانيين ليحتلوا الوظائف العليا سؤال الثاني أذكر اتنين من أسباب ترحيب السيد عبد الرحمن المهدي والأنصار بالمجلس الاستشاري قال بداية كخطوة نحو الحكم الزاتي والسبب الثاني قال تدريب السودانيين ليحتلوا الوظائف العليا السؤال البعض أسكر اتنين من الأهداف التي وضعها جيمس كاري للتعليم في السودان ثاني أسكر اتنين من الأهداف التي وضعها جيمس كاري للتعليم في السودان واحد أول حاجة استطاع جيمس كاري وضع النظام التعليم الاستعماري شوف وضع النظام التعليم الاستعماري ثم شارك في الإدارة السؤال ده بيجبه لنا سؤال تاني اللي هو ما هو أهداف ما هو أهداف التعليم في السودان وده بعد شوية حنرجع له في النهاية يبقى فرق بين أهداف جيميس كاري للتعليم في السودان ذكرناها وبين أهداف التعليم في الحكمة السونية طيب ما هي الخطوات التي بدأ بها وينجيت باش إدارته في السودان ما هي الخطوات التي بدها وينجيت باش إدارته في السودان أول حاجة وضع ترسيخ الأسزة الإدارية يعني هو الذي وضع النظام الإداري وأول حاجة مغم به وينجيت طرف إلى الولايات وشاف مشاكلهم وقدم لهم كساوي الشرف اللي هي الكسوة الهدايا ثم استطاع وينجيت باش ترسيخ النظام الإداري واستفاد من النظامين التركي والمهدوي شاف السلبيات وشاف الإيجابيات السلبيات جدعا وشاف الإيجابيات التي وضعها النظام التركي المهدوي السؤال البعض تحدث عن نشأة الأحزاب السودانية نقول نشأة غبل الاستغلال نشأت غبل الاستغلال الأحزاب الاتحادية كانت تنادي بالروابط مع مصر عشان كنا سمي بالاتحاد بالأحزاب الاتحادية أما الأحزاب الاستغلالية التي رفضت الحكم البريطاني والحكم المصري عشان كنا سمي بالأحزاب الاستغلالية لا دائرة بريطانية لا دائرة مصر فسمي بالأحزاب الاستغلالية يبقى نشأة الأحزاب السودانية نشأة غبل الاستغلال الأحزاب التي تنادي بالروابط مع مصر تسمى بالأحزاب الاتحادية والأحزاب التي ترفض الاستغلال من بريطانيا ومصر سميت من الأحزاب الاستغلالية طيب أذكر اتنين من عباء جمعية الأبوروفين الأدبية مرضى علينا قبل كده والأبوروفين اللي هم من سكان حي أبروف حسن وحسين وخيدي الحمد قال أسكر منهم اتنين نشطت حركة المزارعين نتيجة لجهود كيف نشطت حركة المزارعين قال نتيجة لجهود اتنين واحد المثقفين السودانيين والعمال يبقى المثقفين السودانيين الناس المتعلمين وحركة العمال هم الذين ساعدوا على حركة المزارعين في السودان لو لا جهود المثقفين ولا جهود العمال لما تطورت ونشطت حركة المزارعين يبقى الفضل بيرجع إلى المثقفين السودانيين وحركة العمال ما هي الغبائل التي انتصر عليها على دينار في دارفور الغبائل التي انتصر عليها على دينار في دارفور نقول واحد المعالية الرزيقات الرزيقات يبقى ذي الغبائل التي استطاع علي دينار الغبائل عليها أذكر سؤال البعض الجهات التي عارضت غيام المجلس الاستشاري لشمال السودان أذكر الجهات التي عارضت غيام المجلس الاستشاري لشمال السودان نمرة واحد عندنا الحكومة المصرية اثنين عندنا مؤتمر الخريجين ثلاثة عندنا حزب الأشقاء دينار جماعة الذين عارضوا المجلس الاستشاري لشمال السودان الحكومة المصرية عندها هدفين لماذا عارض المجلس الاستشاري واحد خوفا من الانفراد بحكم السودان يبقى خافت بأنه بريطانيا تنفرد بحكم السودان وتبعي بمصر والسبب الثاني فصلت جنوب عن الشمال بريطانيا خافت أنه تفصلت جنوب عن الشمال يبقى درائي الحكومة المصرية طيب عشان كده الإجابة واضحة لأسكر الجهات التي عارضت المجلس الاستشاري درائي الحكومة المصرية مؤتمر الخريجين قال المجلس الاستشاري عبارة عن أفراد أفراد يعني مجموعة لا يمثلون السودان ده رأي اللي هو مؤتمر الخريجين طيب رأي حزب الأشقاء حزب الأشقاء قال بأيض زعماء الغبائل درائيهم وزعماء الغبائل حسب رأيهم رمز للجهل والتخلف رمز للجهل والتخلف يبقى دير إجابة على الذين عارضوا المجلس الاستشاري زم ما ذكرنا لك حسا رأي الحكومة المصرية مؤتمر الخريجين حزب الأشقاء السؤال البعض قال أسكر اثنين من المناهج أسكر اثنين من المناهج التي بدأت بها الدراسة في كلية غردون التسكارية أسكر اثنين من المناهج التي بدأت بها الدراسة في كلية غردون التسكارية اللوى واحد المعلمين الغضاء التدريب المهني الصناعة ثاني الإجابة أسكر اثنين من المناهج التي بدأت بها الدراسة في كلية غردون التسكارية اللي هي مدارس المعلمين مدارس المعلمين مدارس الغضاء أيضا قلنا التدريب المهني التدريب المهني والتدريب الصناعي دي الإجابة على هذا السؤال السؤال البعض هات اثنين من الغبائل التي تصدت للاستعمار في جنوب السودان ثاني هات اثنين من الغبائل التي تصدت للاستعمار في جنوب السودان واحد عندنا نوير اثنين الزاندي ثلاثة دين كب هو قال لك اثنين بعد اذكر اثنين من مهام السكرتير الإداري في الحكم السناي اذكر اثنين من مهام السكرتير الإداري في الحكم السناي واحد النغل والترقي النغل والترقي اثنين تحركات الأجانب يعني راغب تحركات الأجانب اللي هو زي اللي هي السفارات داخل السودان تحركات الأجانب ثلاثة إصدار الرخص التجارية في المناطق المقفولة إصدار الرخص التجارية في المناطق المقفولة السؤال البعض ما هي مطارب مذكرة الخريجين سنة ألف سمية وتنواربعين التي قدمت الحكومة والسؤال لا جبنا علينا اللي هي هي بطريق صغير مباشر قال اللي هو سؤال هنا كيف ومتى عبر مؤتمر الخريجين عن وجهه السياسي نفس السؤال ذا اللي هي في مذكرة الخريجين سنة ألف سمية وتنواربعين نشر له سريع حق تغريب المصير فتح المناطق المقفولة قلنا حرية التجارة تحديث جنسية السودانية وأيضا زمان ذكرنا لك في السؤال السابع ما هي الخطوات السؤال البعض ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان شوما السؤال ذا شوية ده التركيز شوية ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان لتأكيد زاتية السودان المشتغلة عن مصر واحد عزلت الحكومة البريطانية الموظفين المصريين تدريجيا وجاء فدال سودانيين ده الخطوة الاولى لتأكيد زاتية السودان المشتغلة عن مصر عزلت الموظفين المصريين تدريجيا لحلوا محلهم منه السودانيين ثم يبقى السودانيين في هذه الوظيفة ده السبب الأول السبب الثاني فتحت مدرسة كتشينرا الطبية سنة 1124 يبقى الدكاترا حيكون السودانيين تجريجيا ويحلوا محل منه المصريين الثاني عملت شنو يا جماعة أرسلت الطلبة من خريجي كلية غردون للدراسات العليا للدراسات العليا وين؟ في الجامعة الأمريكية والجامعة الأمريكية وين؟ في بيروت بدلا من شنو الغاهرة لأنه الرسلون للغاهرة حيتأسلوا بالمصريين عشان كلا تاني سنة 1222 أرسلت خريجي كلية غردون للدراسات العليا في الجامعة الأمريكية في بيروت بدلا من شنو الغاهرة عشان ما يتأسروا بينهم بالمصريين وأيضا زادت عدد المدرسة الحربية عشان الضباط يقولون شنو سودانيين بدلا من مصريين وأيضا زادت عدد مدرسة الإدارة وهكذا أسباب كثيرة متعددة ذكرتنا لك منها اللي هو 3 أو 4 السؤال البعض وضح تكوين الجامعية التشريعية التي صدر غانونها عام 148 ثاني وضح تكوين الجامعية التشريعية التي صدر غانونها عام 148 نقول الجامعية التشريعية اتكونت من 52 عضو من المدريات الشمالية و13 عضو من أبناء الجنوب و10 وظائفه 10 أعضاء حسب وظائفهم دي الجامعية التشريعية 52 عضو من المدريات الشمالية و13 عضو من أبناء الجنوب و10 أعضاء حسب وظائفهم يبقى عددكم 75 عضو وهذه الجمعية التشريعية رئيسة عبدالله خليل وتكونت عام 1448 دي الإجابة على هذا السؤال طيب متى زالت المخاوف شوف متى زالت المخاوف المصرية من مؤتمر الخرجين بريطانيا افتكرت بأن مؤتمر الخرجين ده عملوا المصريين ده كلام الحكومية المصرية افتكرت بأن مؤتمر الخرجين ده عملت الحكومية البريطانية فعايز تتأكد فأرسلت رئيس وزراء مصر اسمه علي ماهر سنة 1940 علي ماهر جيس سودان وتم استقباله بصورة جميلة وفي حفل الشاي تبادرت الكلمات ويغتنعت الحكومة المصرية ان مؤتمر الخرجين ما عندوا اي علاقة مع بريطانيا فزال خوف مصر او زالت مخاوف مصر يبقى مؤتمر الخرجين لبريطانيا عنده فيها دور ولا الحكومة المصرية عندها دور يتكون من ابناء السودان وبالتالي زال خوف في مصر دي الاجابة على السؤال متى زالت المخاوف متى محتى تاريخ عام 1940 عندما زار علي ماهر السودان ويغتنع بانه مؤتمر الخرجين ما عنده اي علاقة مع بريطانيا وبالتالي ما هيكون عنده اي علاقة مع مصر السؤال البعض اسهل اتنين من واجبات مدير المديرية ومعاونيه مدير المديرية حفظ الامن جمع الضرائب ادارة الغضاء حفظ الامن جمع الضرائب ادارة الغضاء السؤال البعض ما هي الاسباب التي دفعت بريطانيا الى انتهاك سياسة للتعاون مع المثقفين السودانيين لش رحي هذه النقطة تاني ما هي الاسباب التي دفعت بريطانيا الى انتهاك سياسة التعاون مع المثقفين السودانيين بريطانيا الزمان كانت بتعتمد على الادارة الاهلية والادارة الاهلية لهم زعماء القبائل والطرغية الصوفية فرفعت شعار السودان للسودانيين لبناء دولة حديثة والإجابة لكسر طموحاتهم ياتا الوطنية وبالتالي تعيون في المناصب ياتا العلية للإجابة على هذا السؤال ما هي النغاط التي منعت الجمعية التشريعية من مناغشاتها؟ ما هي النغاط التي منعت الجمعية التشريعية من مناغشاتها؟ واحد منع من مناغشات دستور والدستور الغانون يعني السودانيين ما عندنا علاقة بالدستور نهائية كلام غريب شوي اتنين اها ما يتكلموا عن الجنسية السودانية السودان ما يطالب بالجنسية نهائية ممنوع السودانيين لأنه جميعها التشريعية قلنا فيها اتنين وخمسين من الشمال وطلطين عضو من الجنوب وعشر عضاها حسب وظائفهم ممنوع السودانيين ليطالبوا بالمناغشة للدستور اللي بيحكمهم وليطالبوا بالجنسية السودانية يعني ما في طالب يطالب بالجنسية السودانية وما من حقهم أن يناقشوا العلاقات الخارجية ما عندهم أي علاقة مع أي دولة أجنبية وآخر حالة جماعة الإجابة على الجزدية بأنه يا جماعة ما من حقهم يناقشوا ويلغوا اتفاقية الحكم السناي التي حكمت السودان من عام 1299 يبقى ممنوع السودانيين الذين شارفوا في جميع التشريعية من مناغشة أربع بنود واحد الدستور اثنين الجنسية واحد الدستور اثنين الجنسية ثلاثة العلاقات الخارجية أربع إلغاء اتفاقية الحكم السناي الذي أنشهد عام 1299 نشوف السؤال البعض قال ما هي العوامل التي ساعدت على تطور النشاط التجاري في ظل الإدارة السناية ما هي العوامل التي ساعدت على تطور النشاط التجاري في ظل الإدارة السناية واحد المواصلات تحسين المواصلات تحسين المواصلات الاستغرار الاستغرار الأمن ثلاثة أمن استغرار مواصلات أمن استغرار مواصلات اتوفرك أدى للطور النشاط يعني التجاري أمن مواصلات التي هي واستغرار أدى للطور النشاط التجاري السؤال البعض قال أذكر اثنين من اللعضاء المؤسسين لجمعية الاتحاد السوداني على عبداللطيف عبيت حاجة الأمين على عبداللطيف عبيت حاجة الأمين أذكر اثنين من الخطوات التي اتخذها استوارد سايمس لتطبيق شعار السودان لمنه السودانين واحد كوى اللجنة بغيادة واحد اسمه دي لور ودي لور موظف حكوم مسؤول مدير للتعليم ده السبب الأول السبب الثاني عين السودانين في الوظائف العلية ثلاثة رفع الرغابة عن الصحف والمجلات دي الإجابة على هذا السؤال السؤال البعض أذكر اثنين من الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا شوف دي تختلف عندي أذكر اثنين من الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لبعاد النفوس المصري من السودان طيب نفس السؤال يومنا سابقا طيب أذكر اثنين من النصوص اتفاقية الحكم الزاتي اللي هي سنتقبل مية تلاتة وخمسين واحد يغامة حكم زاتي في فترة ثلاثة سنوات يغامة حكم زاتي في فترة ثلاثة سنوات ينتهي خلالها الحكم السناي ينتهي خلالها الحكم السناي بعد الثلاثة سنوات يختار السودانيين في جو محايد ما بين الاستغلال التام أول وحدة مع مص ثلاثة أكلت دولتان على حق تغريشنو المصير طيب على وحدة السودان أيضا طيب السؤال البعض أذكر ثلاثة من الخطوات التي تبعتها الحكومة لضعاف طبقة المثقفين في أحداث سورة أبز مياكم 24 السؤال الأول إغلاق المدارس إغلاق المدارس لم تفتح أي مدرسة ابتدائية لمدة عشر سنوات اثنين أغفت البعثات الخارجية أغفت البعثات الخارجية دي الجاب على هذا السؤال أذكر ثلاثة من الخطوات التي تبعتها الحكومة لإضعاف طبقة المثقفين في أعغاب سورة أبز مياكم 24 وإنه واحد إغلاق المدارس مثل المدرسة الأهلية مدرسة كتشنر المدرسة الطبية دي السؤال الإجابة الأولى الإجابة الثانية لم تفتح أي مدرسة لمدة عشر سنوات الإجابة الثالثة وقف البعثات الخارجية السؤال البعض ما هي المنابر التي عبر من خلالها الخريجون عن وعيهم الوطني قبل عام أبز مياكم وعشرين اللي هو جماعة في جمعية نادخ ريال مدارس عام 1118 طيب متى تم توقيع اتفاقية مياه النيل متى تم توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1929 عام 1929 متى تم افتتاح أول مدرسة أولية في إمدرمان في فترة الحكم السنائي عام 1900 عام 1900 إذا كانت أول مدرسة غامبيحة السودانيين طبعا معروفة مدرسة رفاعة الغامبيحة والستاذ بابيكر بدري وكانت سنة 1106 عام دي في فترة الحكمية السنائي متى تم إنشاء محط بخت الرضا لتدريب المعلمين اللي هو عام 1134 أسكر اتنين من المؤسرات الخارجية أسكر اتنين من المؤسرات الخارجية التي ساعدت على غوة ونمو الحركة الوطنية في السودان أسكر اتنين من المؤسرات الداخلية والخارجية التي ساعدت على غوة ونمو الحركة الوطنية والسؤال ده أجبنا عليه جبال بطريقة غير مباشرة طيب نرجع عشان نتأكد من المراجعة الشاملة دي في الأسئلة اللي هي أجب باختصار عندنا بعض الأسئلة طبعا داين نمر على سريح شوية لو قال لي من هو رئيس مؤتمر الخريجين من هو رئيس مؤتمر الخريجين ومن هو السكرتير يبقى عندنا الرئيس وعندنا السكرتير الرئيس طبعا مؤتمر الخريجين اللي هو إبراهيم أحمد والسكرتير إسماعيل أزهري الرئيس إبراهيم أحمد والسكرتير إسماعيل أزهري رقال لي من هو رئيس والسكرتير جمعية اللوايات الأبيض برضو الرئيس اللي هو علي عبداللطيف والسكرتير عبيد شنو حاجة الأمين ناس ما تلخب بين الاثنين دير ضموا طبعا خريجين ودي جمعية اللوايات الأبيض طيب لو جاني سؤال تاني تلي تحدث عن سلبيات وإيجابيات مشروع شنو يا جماعة الجزيرة سلبيات وإيجابيات مشروع الجزيرة يبقى عنده إيجابيات الإيجابية الأولى واحد تحصل الوضع المالي التفاع مستوى المعيشة التفاع مستوى المعيشة توافط رؤوس الأموال الأجنبية دي باختصار ثلاثة أسباب من السلبيات أيضا الاعتماد على محصول نغد واحد وهو القطن الاعتماد على محصول نغد واحد هو القطن وأيضا من الإيجابيات اللي هو تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وأيضا آخر حاجة تخفيض العمالة تخفيض العمالة هذا ما يتعلق بسلبيات وإيجابيات مشروع شنو الجزيرة نمشي للنقطة تانية النقطة التانية اللي هو قبل أن احنا قلنا أهداف التعليم أهداف التعليم اللي هي طبعا فيه عوامل داخلية وفيه عوامل شنو جمع خارجية من الزكرنا قبل كده في حصة سابقة يبقى تفرق بين أهداف التعليم فيه أهداف داخلية وأهداف شنو خارجية طيب نمشي عشان زمن ضيق شوية نحاول أن احنا نمر على المغالات بتاعتنا اللي هي واحد 1899 إلى 1818 ذو الحركة الوطنية الأولى الحركة الوطنية التانية 1919 إلى 1924 و1925 إلى 1937 و1938 إلى 1442 وأخيرا اللي هو من الأحزابية السياسية حتى استغلال السودان يبقى دي المغالات بتاعتنا بالتواريخ دارين نحدد بمصر بدون تاريخ نقول الحركة الوطنية الحركة الوطنية السودانية اللي هي المرحلة الأولى اتنين الحركة الوطنية السودانية المرحلة الثالثة الحركة الوطنية السودانية المرحلة الثالثة الحركة الوطنية السودانية المرحلة الرابعة الحركة الوطنية السودانية المرحلة مالة الخامس طبعا المرحلة الخامسة من أكسبها الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية والمرحلة الرابعة اللي هو مؤتمر الخريجين مؤتمر الخريجين والمرحلة الثالثة تدهل الحركات الوطنية والمرحلة الثانية اللي هي فيها جمعية اللواء الأبيض والاتحاد السوداني طيب نمشي للنقطة ثانية عندنا المغالة الأولى في بداية الدرس بتاني بتالحكم السناي اتفاقية الحكمية تجمع السناي اتفاقية الحكم السناي اثنين سياسة تسمى سياسة وينجد اللي هم من سنة 1900 إلى 1116 نمشي ليه المغالة البعضة اللي هو عندنا حيسمة المؤسسات الدستورية المؤسسات الدستورية في فترة الحكم السناي المؤسسات الدستورية في فترة الحكم السناي بعد ذلك عندك السياسة اللي هي البريطانية نحو جنوب السودان وايضا بتشمل اثنين مرحلة اولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة وتشمل حاجة يسمى السياسات التعليمية يبقى نتأكد كويس المغالات بتاعتها الحكم السناي سابطة وابحة اللي هي بتبتدي باتفاقات الحكم السناي سياسة وينجد المؤسسات الدستورية السياسات البريطانية يبقى دي الدروس بتاعت الحكم السناي وهم حاجة أركز على اللي هي المغالات يا تجمع الغصيرة المغالات الغصيرة المغالات الغصيرة بتكون داخل المغالات دي يعني ممكن يقول لي تحدث عن الجمعية الأدبية أو الجمعيات الأدبية في جزء من المغالات دي يبقى أنا ما أجل أقرأ المغالات دي كلها وأركز على تركيز تام أركز على المغالات الغصيرة داخل المغالة طيب نمشي إلى جزء تاني مثلا في سياسة وينجد يقول لي تحدث عن مجلس الحاكم العام تحدث عن السكرتيري الإداري قال لي المواصلات دستورية تشمل اثنين تشمل اثنين نركز على كويس واحد المجلس اجتشاري لشمال السودان وجميع ماله التشريعية كذلك السياسة البريطانية تشمل ثلاثة مراحل بالإضافة إلى السياسة التعليمية طيب دي تغريبا محور المغالات بتاعة الحكم السناي اللي هي بداية باتفاق الحكم السناي وسياسة دوينجد والمواصلات السورية والسياسة البريطانية طيب كيف أنا أتعامل في الامتحان قبل ما نختم الجزء الأول دي لأنه أهم حاجة عندي فيها الحكم السناي طبعا نحن ذكرت حسا دي المغالات بتاعتنا عندنا باب خاص باسم التطورات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية وأجدوا يا جماعة جزو يعني فيه أسئلة غصيرة كثيرة جدا ولا بد أن أركز تركيز كثير على طرات الاقتصادية والاجتماعية بتشمل النقل بتشمل النقل بتشمل الريء بتشمل الزراعة بتشمل التجارة بتشمل التعليم التطورات الاقتصادية يبقى ده تصور الحكم السناي عامة قبل ما يعني نختم الجزء ده بتاعنا نركز على الآتي دي الأسئلة الموضوعية كأسئلة كمراجعة شاملة ودي تقريبا المغالات بتاعتنا يبقى الباب بالنسبة لنا واضح زي ما ذكرت دي المغالات أو الدروس على صحة بتاعة الحكم السناي حركة الوطنية الأولى والثانية والثالثة والرابة والخمس اتفاقية الحكم السناي سياسة دوينجيد موسال الدستورية السياسة البريطانية أولى الثالثة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وذكرت فيها لا بد أن التطورات الاقتصادية فيها الري، الزراعة، التجارة، التعليم، الخدمات الطبية، النظام الاقتصادي كده بتكون دي محور الحكم السناي مراجعة شاملة كاملة بالله عليك الله رجاء خاص أرجع للكتاب وأرجع للأسئلة الموجودة خلف الكتاب لأنه بتفيدك فايدة كبيرة إن شاء الله بإذن الله لو ربنا حيانا الحصة الجاية ستكون مراجعة في أبواب أخرى شكرا جزيلا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي وأتى اليوم الذي فيه حصدنا غرد يا نسها نحن نجحنا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي وأتى اليوم الذي فيه حصدنا عانق العليا يا نفس بفخر سطري شعرس للأنج معنا ما لهون يوم أن جاءت خطوب بل صمدنا وابعز من قل ثابتنا